السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور محمد رمضان مدرس مادة الكيمياء حبيب الغالين طلاب الصف الثاني السنوي ان شاء الله النهاردة كده هيبقى اول فيديوهاتنا في ليالي امتحان الكيمياء ليكم يا حبيب الغالين طيب نهاردة ان شاء الله كده هنحل حوالي 100 سؤال على الباب الاول ان شاء الله يبقى في فيديو تاني لحل 100 سؤال على الباب التاني ان شاء الله كده عايزين نطلع من كل سؤال بفكرة وان شاء الله كده الافكار بتاعت الباب الاول اللي نقولها في الفيديو ده تبقى افكار كده تساعدك ان شاء الله يوم الامتحان خلي بالك انت هتروح الامتحان مش لازم تشوف الاسئلة اللي احنا بنحلها او اسئلة الكتب الخارجية خداك لازم تروح الامتحان متسلح بعدد كبير من الافكار وان شاء الله يكون لك القدرة ان انت تستخدم الافكار اللي عند حضرتك في حل الاسئلة اللي هتجيلك ان شاء الله في الامتحان ودايما كده بنقول ان الطالب اللي بيحل كويس في الامتحان هو طالب حل كتير قبل ما يخش الامتحان فان شاء الله كده هنحاول نحل كم كبير من الاسئلة وهنطلع بكم كبير من المعلومات والافكار هنسجل كل فكرة وان شاء الله كده هنستفيد من كل سؤال وان شاء الله كل فكرة في السؤال هتفيدنا يوم الامتحان بسم الله توكلنا على الله طيب أول سؤال بالنسبة لنا اعتقد نقطة أن أي مادة يمكن تتجزأ إلى وحدات أبسط فأبسط حتى نصل إلى وحدات غير قابلة للتجزئة طبعا ده مش كلام بوي ولا كلام طبعا أرسطو بس الكلام ده كلام ديموكراطيزم بس الجزء اللي هو قال عليه غير قابل للتجزئة مش الجزئة فالإجابة هتبقى رقم بي سؤالي بعد طبعا تسبب تصور أرسطو في نقطة أكيد تصور أرسطو ده ما تسببش أن احنا نطلع بمفهوم جديد عن الزرة أنه هو قال كلام أصلا بعيد تماما عن الصواب ولا تسبب في نجاح فكرة ولا تسبب في تطور هو تسبب في شل تقدم أو تطور علم الكيميائي مش العنصر هو نقط طبعا العنصر من وجهة نظر بوي هو مادة نقية بسيطة لا يمكن تحليلها وهو مادة نقية كلمة غير نقية هنا كلام مش مظبوط فالإجابة بالنسبة لها تبقى رقم جيم مادة نقية بسيطة لا يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها بالطرق الكيميائية المعروفة افترض نقطة أن المركبات تتكون من اتحاد جرات العناصر المختلفة طبعا بنسبة عددية بسيطة طبعا ده فرض من فروض العالم دلتو عند تفريغ أنبوبة زجاجية من الغاز تحت ضغط أكيد منخفض أكيد منخفض فأنا هستبعد ألف وهستبعد جيم وتوصيل قضايها بمصدر طيار خارجي طبعا تحت جهد عالي أكيد فهستبعد هنا به فالإجابة تبقى دال طبعا دي الشروط اللي بينبعث عندها أشاعة الكسود أو أشاعة المهبط أطلق العلماء اسم نقط على سيل من الأشاعة الغير مرئية أكيد طبعا أشاعة الكسود أو أشاعة المهبط اللي هي عرفت فيما بعد بالإلكترونية سؤال سبعة من خواص أشاعة المهبط مش هل هي تتكون من دقائق مادية صغيرة أكيد طبعا تسير في خطوط مستقيمة طبعا لا يختلف سلوكها أكيد طبعا يبقى جميع ما سابق نموذج تومسون ينص على الزر عبارة عن كرة متجنسة مسمطة من الكهرباء أكيد المجابة ولما جي تكلم قال إنها كهرباء مجابة طيب مطمور بها مطمور بها بروتونات الكلام ده مش مزبوط فالإجابة تبقى رقم ألف طبعا ده نموذج تومسون اللي بيقول عليه نموذج حلوى البلقوق شبه كده الكوكز تعتمد تجربة رازرد فورد الذي قام بها العالمين تمام انت كده عايز المساعدين بتوع رازرد فورد المساعدين مش أينشتاين وبلانك هو جايجر ومارسيدن مشي وطبعا ما استخدموش أشعة جاما هم استخدموا أشعة ألفا على لوح مبطن طبعا بكابريتيد الزينك أو كابريتيد الخرصين زد الناس شعر رقم 10 تختلف خواص أشعة ألفا عن المهبط تمام تنساش ان ألفا دي مجابة والمهبط سالبة فالاختلاف أكيد أكيد يعني في اتجاه الانحراف في المجال الكهرابي فكرة معتدين عليها طبعا المهبط هتتجه ناحية القطب المجاب وألفا بتتجه ناحية القطب السالم 11 أحد الفروض التالية يعبر عن نموذج راجر دي فورد يعني عايز حاجة تنطبق على راجر دي فورد وما تطنبقش أو لا تنطبق على تونسون طبعا كلمة إن الزرة كرة متجنسة ده كلام تونسون عايز حاجة قالها راجر دي فورد فكرة التعادل القهرابي ده كلام تونسون بس فكرة إن حد يتكلم عن النواة مجابة طبعا ده كان اكتشاف للتجربة راجر دي فورد طبعا أي مما يأتي لا ينطبق على الطف الخط يعني عايز حاجة ما تمشيش ما تركبش كده مع مفهوم الطيف طيب هل هو يتكون من خطوط ملونة متتبعة ومتلسقة كلمة متلسقة هنا كلام مش مزبوط لأن هي أصلا هي خطوط ملونة يفصل بينها مسافات معتمة يعني في مسافات كده بتفصلهم عن بعض سؤال 13 كل مما يأتي يعتبر من فروض راجر دي فورد التي استخدمها بور ما عادة يعني أنا عايز حاجة قالها راجر دي فورد وبور كمل عليها بس هو قال هنا ما عادة يبقى أنا عايز حاجة كده راجر دي فورد ما قالهاش طيب هو في رقم ألف فكرة إن الزرة فيها نواة دي حاجة راجر دي فورد قالها وبور كمل عليها طيب مفهوم التعادل الكهربي برضو راجر دي فورد قال التعادل وبور كمل قوة الطرد بتعادل الجذب برضو ده كلام كده خده بور من راجر دي فورد إنما فكرة إن في حاجة اسمها عادة كم رئيسي دي اللي تكلم عنها بور وليس راجر دي فورد 14 الكم أو الكوانتم تمام ده مقدار كده من الطاقة سواء المفقودة أو المكتسبة طيب هو أكيد ده مش زرة اكتسبت أكيد يعني ولا إشعاع الكم أو الكوانتم ده هو مقدار الطاقة المكتسبة أو المنطلقة عندما ينطق الإلكترون من مستوى إلى مستوى آخر سواء بها مستوى أقل في الطاقة الأعلى أو من أعلى إلى أقل طيب من الحقائق العلمية المعروفة في وقتنا الحاضر يعني الكلام ده كلام حديث إنشطار اليورانيوم إلى زرات البريم والكريبتون تمام مفهوم الإنشطار إنشطار الزرات اختلاف كتلة نظير الأكسوجين عن كتلة نظير الأكسوجين الآخر أكيد طبعا فيه اختلاف في كتل النزائر لأن انت عارف أن النزائر هي عناصر بتتشابه في العدد الزري ولكنها تختلف في العدد الكتلي واختلاف العدد الكتلي معناه اختلاف في الكتلة هل كتلة زرة الأراجون 36 تساوي كتلة نظير الكريبتون 36 طبعا بص كده لما أجأ أقول لك أراجون 36 يعني العدد الكتل 36 والكابريت 36 برضو العدد الكتل 36 فإحنا هنا لنا نفس الكتلة ماشي ما الحقائق التي لا تتطفق مع دالتون قالت له كلهم ما بيتفقوش مع دالتون لأن دالتون ما كانتش مؤمن بفكرة إنشطار الزرة كمان دالتون ما كانتش الموضوع ماشي معاني فكرة إيه إن في حاجة اسمها نظائر وممكن كتلة العنصر واحد تختلف يعني دالتون قال إن زرات العنصر الواحد متشابهة وإن الزرات لو مختلفة تبقى مختلفة في كل شيء فهنا في رقم اتنين ما يمشيش مع كلام دالتون وبرضو في رقم تلاتة يعني حسب دالتون طالما ده اسمه أراجون وده اسمه كابريت فكل واحد ليه كتلة يبقى التلاتة ما يمشوش مع دالتون السؤال اللي بعد أقصى ساعة إلكترونية لأي مستوى طاقة رئيسي حتى المستوى الرابع تساوي نقاط طيب أنا عارف إن لو عايز أجيب عدد الإلكترونات في المستوى الرئيسي فهي العلاقة اتنين إن تربيع يعني ضعف مربع رقم المستوى طيب هل هو ضعف عدد مستوياته الفرعية أكيد لا نص عدد الأربطالات لا هو ضعف عدد الأربطالات ليه لأن عدد الأربطالات هي الإن تربيع فأنا لو ضربت الإن تربيع اللي هي عدد الأربطالات في اتنين يبقى ده كده ضعف عدد أربطالات المستوى الرئيسي ماشي تعتبر زرة الهيدروشين مستقرة وغير مصارة إذا كان الإلكترون أكيد في المستوى الأول فيش هنا مستوى أول خلاص يبقى لا يوجد إجابة صحيح أيا من الآتي ليس أحد عيوب ليس أحد عيوب نموذج بور يعني عايز حاجة بور ألها بور افترضها طيب هو كده الإلكترون سالب الشحنة بس دعيب يمكن تحديد المكان والسرعة طبعا دعيب الإلكترون يتحرك في مصار دائري دعيب لأ يبقى أنا هنا هختار لي جابة رقم ألف لأن رقم ألف ده هو فرض من فروض بور يعني حاجة بور ألها طبقا لنظرية بور يمكن تحديد مستوى الطاقة اللي بيدور فيه الإلكترون من خلال نقطة طيب ما تنساش أن بور قال أن طاقة الإلكترون بتساوي طاقة المدار اللي بيدور فيه فلو أنا عايز أحدد طاقة المدار لازم يبقى معايا طاقة الإلكترون لأن الاثنين بيسابع عشرين عدد الكم الذي يحدد حجم الزرة يسمى نقطة طبعا اللي بيحدد حجم الزرة هو اللي بيحدد السحابة الإلكترونية واللي بيتكلم عن السحابة الإلكترونية أكيد هو عدد الكم الرئيسي لأن حداك عارف أن لو عندي زرة مثلا فيها مستوى رئيسي واحد فدي حجمها صغير طب لو فيها اثنين ثلاثة اربعة يبقى حجمها كبير واحد وعشرين عدد المستوات الفرعية والقربة ثلاثة والإلكترونات في المستوى الرئيسي طيب بص يا جماعة عدد المستوات الفرعية في المستوى الرئيسي بيساوي رقمه يعني إيه؟ يعني هنا المستوى الرابع يعني إنه بتساوي أربعة خلاص يبقى أنا عندي أربع مستوات فرعية خلاص يبقى أنا أستبعد لاختيار ده طيب وعدد الأربتالات بتاعت المستوى الرئيسي هي مربع رقمه يعني إن التربيع طبعا يبقى الأربعة التربيع أكيد مش سبعتاشر هي ستاشر وعدد الإلكترونات هي ضعف مربع رقم المستوى يبقى هنا هتبقى 32 طبعا لإن أتنين فيه أربعة تربيع هربع الأول إلى أربعة تربيع ستاشر هضرب الاتنين في ستاشر يبقى ب32 طيب يطفق الأربتال بي إكس وبي واي ماشي في كله ما عدا أكيد ما عدا الاتجاه الفراغي لأن حضاك عارف إن أربتالات البيع جماعة بتاخد الاتجاهات الفراغية التلاتة بيبقى فيه بي إكس وبي بي واي وبيبقى فيه بي زد فإحنا هنتفق في كل شيء يعني هنتفق في الحجم الطاقة والسعر لكن الاتجاه الفراغي هنختلف طبعا طيب عنصر ينتهي توزيعه الإلكتروني بالمستوى الفرعي 3D تمام ويحتوي على أربتالين من الخمسة طبعا أنت تعرف إن دي خمسة أربتال نصف ممتلئين حلو جدا السؤال ده طيب أفكرت بحاجة كده كنت بقولها أنا بشغى فكرة إن دي بقى فيها اتنين أربتال نصف ممتلئين أو اتنين إلكترون مفرد فأنا هنا بالنسبالي عندي احتمالين اللي احتمالي الأول إن السري دي تبقى شايلة 2 يا إما زي ما قلت لك إن السري دي تبقى شايلة 8 ليه لأن لو دي شايلة 2 فأنا هحطت اتنين إلكترون في أربتالين جنب بعض فيبقى هنا عندي اتنين أربتال نصف ممتلئ طيب لو دي شايلة 8 ما برضو لو دي شايلة 8 أنا هفرد خمسة فرادة وهبدأ إن أنا أعمل عملية ازدواج فيه 3 أربتالات هيبقى برضو عندك اتنين نصف ممتلئين طيب فأنا لو اشتغلت على الاحتمال الأول اللي قبل السري دي الفور اس شايلة 2 وطبعا اللي قبليه أرجون 18 فده كده بالنسبالي عنصر عدد زر 22 أنا ما عنديش 22 طيب الاحتمال التاني السري دي قبلها برضو فور اس شايلة 2 زي ما حضرتك عارف وقبل الفور اس أرجون 18 طبعا أرجون 18 فور اس 2 3 دي 8 انت بتتكلم على العنصر عدد زر 28 وبالتالي هاختار الإجابة رقم دي خلي بالك من فكرة إن لو عندك اتنين أربتال نصف ممتلئ في الدي ففيه هنا احتمالين لازم أكون واخب بالي من الجزئية دي تمانية تحتوي زرة الكربون في الحالة المستقرة على كام أربتال تام الامتلاء ممتاز جدا هوزع واشوف طبعا الكربون 1 S2 2 S2 وال 2 B2 ممتاز جدا خلاص واضح إن ده أربتال مليان وده أربتال مليان وهنا طبعا لما جفرت حسب قاعدة هن هلاقي إن عندي 3 أربتالات بس فيه تنين إلكترون بس والتنين الإلكترون فراضة فأنا بالنسبة لي عندي 2 أربتال تام الامتلاء طبعا لو الراجل قال لي عندك كم أربتال مشغول هقول له عندي مشغول كده أربعة أربتال خلاص طبع عندك كم نصف ممتلئ عندي 2 نصف ممتلئ طبع عندك كم فارغ عندي واحد فارغ لأن حضاك لو وزعت هنا هيبقى هنا فيه إلكترون وهنا فيه إلكترون وده فارغ ماشي 25 يكون أي من التوزيعات الإلكترونية القاتية غير صحيح يعني فيه 3 صح واحد غلط طيب أنا لفت نظري الخرصين 30 خلي بالك 30 ده القصة شهلة 2 والدي هتكون شهلة 10 مش 9 لأن حضاك عارف أن الدي في الحالة الزرية ما بتشيلش أربعة ولا بتشيل تسعة ما ممكن تشيل أربعة وتسعة في أي حالة من الحالات الأيونية طيب القاعدة التي أفادت في تحديد سعة الأربتال ب2 إلكترون متعكسين حلو جدا طيب بص يا سيدي أي توزيع خاص بالأربتال الكلام ده كلام هنبي نعم لو كان التوزيع خاص بالمستوات الفرعية يبقى عليكو على مبدأ البناء التصعدي طيب 27 العنصر الذي لا يحتوي على إلكترونات مفردة طيب خلي المعلومة دي عندك عناصر المجموعة 2A أي حد فيها لو جد توزعه ما عندوش إلكترونات مفردة وجرب وزع المغنسي وانت معادي لوقتي يلا وزع المغنسي طيب عندك عناصر مجموعة 2B دي هو العمود الأخير من عناصر الفئة دي زي الخرسين مثلا لو جد توزع الخرسين ما عندوش إلكترونات مفردة وطبعا كده كده عناصر المجموعة الصفرية المجموعة الصفرية بالنسبة لي الغازات الخاملة ما عندهش فأنا أول ما لقيت الأرجون 18 اخترت 28 أي من الاختيارات الأتية الأعداد كم يعد مستحيل يعني الكلام ده كلام غلط طيب أنا لفت نظري هنا إن الـ L بواحد فلازم الـ L يا جماعة ياخد قيم من سلب واحد إلى مجب واحد لما فكرة إن الـ L ياخد قيمة مجب 3 الكلام ده كلام مش مصبوط يبقى أنا أختار إجابة رقم دي 29 زرة بها 7 أربطالات تمت الامتلاء عنده 7 أربطال مليانين طيب ماشي فإن الإلكتروني الجديد المضاف للزرة يقع ضمن المستوى الرئيسي نقاط حلو جدا طيب بص يا جماعة أنا لو كتبت نيون 10 يبقى كده بالنسبالي 5 أربطال مليانين مستر بتعرفها إزاي بكل بساطة عدد الأربطالات نص الإلكترونات خلاص فبما إن أنا نيون عندي 10 إلكترون يعني أنا عندي 5 أربطال مليانين طيب طبعا بعد النيون في 3S و 3B لو شايلت الـ S2 لحد الوقت كده 6 أربطالات مليانين طيب عشان أملأ أربطالة جماعة في الـ B لازم الـ B شيلة أربعة وكده إنت عارف ليه يعني أنا لو جيت أوزع كده لازم الـ B تشيلة أربعة بحيث أنا هشغل فرادة وبعد كده أعمل عملية تزدوك فأنا كده بالنسباني دي كده الزرة اللي أنت بتتكلم عليها فيها 7 أربطالات مليانين طيب الإلكتروني الجديد أكيد الإلكتروني الجديد لسه هيخش في 3B يعني هيخش في المستوى الرئيسي الثالث طبعا سؤال 30 في المستوى الفرعي دي اللي هو 5 أربطال إذا كان مجموع أعداد الكم المغناطيسية خلي بالك ليه أرقام الأربطالات لإلكتروناته يساوي سالب 3 فإن عدد الأربطالات النصف مشبعة يساوي نوع حلو جدا طيب بص يا جماعة حظاك عارف أن الـ D 5 أربطال أرقامك يا باشا سالب 2 سالب 1 0 موجب 1 موجب 2 طيب لو أنا حطيت هنا إلكترون فكده بالنسبة لي عدد الكم المغناطيسي سالب 2 وهو هنا مش عايد سالب 2 هو عايد سالب 3 طيب لو حطيت هنا كمان إلكترون مجموع عددي الكم المغناطيسي للإلكترونين هنا بسالب 3 وده اللي احتمالي الأول يبقى الاحتمال الأول إنه ديته بقى شايلة 2 حد تاني شاطر يقول لي تبا مستر ما تشيل ده برضو إلكترون لو أنا جمعت الثلاث أرقام دول برضو هيطلعوا بسالب 3 يبقى هنا فيه احتمالين للكلام اللي انت بتتكلم عنه احتمال إن دي يا إما تشيل 2 يا إما دي تشيل 3 ولو إديش هاي لتنين وجدت جيب مجموع أعداد الكم المغناطيسية هيطلع بسالب 3 ولو إديش هاي لتلاتة برضو جدت جيب مجموع أعداد الكم المغناطيسية هي برضو يطلع معاك سالب 3 ماشي يختلف الإلكترون الأخير في الصوديم تقولوا الإلكترون الأخير في الصوديم ده أنا عارف أنه بيقع في السريق السوان والإلكترون الأخير في الليسيام تب ما الليسيام ده بيقع في التو اس وان لأن الليسيام الصوديم عناصر يا جماعة في المجموع وان يختلفوا فين أكيد طبعا يختلفوا في عدد الكم الرئيسي لأن في حد بيقع في الدورة الثانية وحد بيقع في الدورة الثالثة عند توزيع الإلكترونات تطبق قعدة هند في نقطة أكيد هند في أربطالات المستغل فرعي يبقى كلامة جماعة بتاع هند خاصة بالقربة الثلاث ماشي تلاتة وتلاتين إذا كانت أعداد تكمل أربعة للإلكترون الأخير فيه آيون سلاسي التكافؤ تقولوا تمام ماشي فإن العدد زر للعنصر ده نقط حلو جدا طيب يا جماعة أنا مديك أعداد تكمل للإلكترون الأخير بعد ما أنا اتحاولت الآيون بس أنا معرفش الآيون موجب الآيون سالم طيب فتقريباً كده هنا سري دي ماشي طيب الإلكترون في الأربطال موجب اتنين طبعاً موجب اتنين يعني في الأربطال الأخير والإلكترون بصص لفوق يبقى أنا معملتش ازدواج طيب الأربطال الأخير وأنا معملتش ازدواج يبقى ديه هنا شاي لخمسة طيب يبقى واضح إن ده كده عنصر من العناصر الانتقالية اللي في السلسلة الانتقالية الأولى حلو كده طيب وانا وانت عارفين ان لو العنصر انتو كان رئيسي في السلسلة الاولى الفقد بيتم من الفور اس يعني واضحة جماعة ان الفور اس هنا فارغ لان حصل فقد منه وكده كده انا فلز يعني انا ايوم موجب تلاتة ايوم موجب كما جماعة تلاتة طيب وهنا الاراجون 18 كلنا عارفين طيب كلمة انا ايوم موجب تلاتة وده توزيع وانا ايوم طيب لو انت عايز تعرف العدد الزري لو عايز تعرف العدد الزري اجمع الالكترونات الموجودة زائد المفقودة فانا اللي موجود معايا 18 بتوع الاراجون وموجود معايا 5 بتوع الدي فال18 والخمسة 23 زائد اللي انا فايدهم 3 يبقى 26 يبقى ده توزيع الحديد 26 سؤال ده سؤال مهم خلي بالك من اقصى عدد من الالكترونات في الكولور يكون له عدد دي الكم م قل بصفر والم اس بسالب نص طيب تعال نوزع الكلور ونشوف طبعا 17 الكلور 17 وان اس تو تو اس تو تو بي 6 سري اس تو سري بي 5 كده 17 مش انت عايز الالكترونات اللي في الاربتال اللي هو رقمه 0 وبصل تحت طيب هنا الكترون وهنا الكترون وهنا الكترون وهنا الكترون وهنا الكترون طيب يعني كل مصافرعي فيه الكترون ينطبق عليه عدداء الكم دول يبقى انت هنا واحد اتنين ثلاث اربعة ادي خمسة يبقى خمسة الكترون ينطبق عليهم عدداء الكم اللي الراجل اللي موضحهم طيب خمسة وتلاتين زرة عنصر اكس بها اربع الكترونات قيمة الامل يعني الاربع الكترونات دول موجودين في اربطال كلا من هما بموجب واحد طيب بس الراجل ما حددش الالكترون ده بصص لفوق لتحت لان الاربطال اللي هو رقمه موجب واحد ده يحتمل يشيل اكترون طيب طيب اربعة الكترون الامل بموجب واحد ممتاز جدا طيب يبقى واضح كده ان انا عندي في التوزيع بتاعي اتنين بي بس يعني تقريبا كده انا اخري سري بي مش ف وان اس وطو اس وطو بي وسري اس والسري بي طيب طبعا انا عارف ان البي تلاتة اربطال ارقامهم معاك من سلب واحد ومعاك صفر ومعاك موجب واحد وهنا برضو في البي تلاتة اربطال ارقامهم معاك سلب واحد ومعاك صفر ومعاك موجب واحد فانا مش هفكر اصلا في الاس لان الاس ما فيهاش اربطال موجب واحد طيب فواضح ان الاس هنا شايلة اتنين اتنين ستة بحيث بحيث انه لازم املى الاتنين دول علشان يكون عندي هنا فيه اتنين الكترون الامل بموجة بنص هيبقوا موجودين هنا وهنا برضو يبقى فيه اتنين الكترون الامل برضو بموجة بنص هيبقوا موجودين هنا فتقريبا كده انت بتتكلم على الاراجون 18 طبعا انت هتقوم ووزع الاراجون وهتتأكد من الكلام ده فانت هنا مثلا هتشغل فراضة وبعد كده تعمل عملية الاسدواج هنا برضو هتشغل فراضة وبعد كده تعمل عملية الاسدواج طيب التوزيع اللي قدامك ده فيه اتنين الكترون اهو الامل بموجة بنصر واحد واتنين الكترون الامل بموجة بنصر واحد يبقى المجموع كل اربعة ستة وتلاتين العدد الزري لعنصر المستوى التالت في جرته يحتوي على خمستاشر الكترون ممتاز جدا ما تنساش بقى ان المستوى التالت يعني السري اس والسري بي وطبعا السري دي وخدت بالك انا وسعت طبعا للفور اس بس الفور اس ده في المستوى الرابع طيب انت هتشغل المستوى الفرعية بتاعت الدي خمستاشر يعني هنا اثنين وهنا ستة كده تمانية تمانية وهنا يبقى فيه سبعة تمام كده طيب وطبع الفور اس يبقى شالة نيل وما تنساش هنا النيون عشرة عد بقى باشا الاعداد الزرية هتطلع معاك الاعداد الزرية سبعة وعشرين طيب السؤال اللي بعده سبعة وثلاثين من تعديلات هايزنبرج على نموذج بور طبعا كلنا عارفين ان هايزنبرج صاحب مبدأ عدم التأكد ومبدأ عدم التأكد كان بيتكلم على فكرة ان صعب ان انا حدد مكان وصرعة الالكترون معا وبضقة وبالتالي هنختار الاجابة رقم به تمامية وثلاثين عند مقارنة طاقة وشحنة الالكترون في مستوى الطاقة كي؟ في جرة البريليم فان الكترونات المستوى اللي تكون نقطة حلو جدا واضح ان انا شغال على البريليم وما تنساش ان البريليم ده عدد زر 4 فالتوزيع كده سريعا المستوى الاول يشيل اثنين والمستوى الثاني يشيل اثنين المستوى الاول كي؟ والمستوى الثاني الل فالراجل بيعمل مقارنة ما بين الالكترونات بتاعة ال ال والكترونات الكيه قلت له منتاز جدا طيب كلامك هيبقى على مين فإن الالكترونات ال ال يبقى أنا كلامي على ال ال طيب مبدئين كده كلما ابتعدنا عن النواة الطاقة بتزيد يبقى هو مش أقل في الطاقة هو أكيد أعلى في الطاقة طيب بالنسبة للشحنة باشا شحنتك زي شحنتي لأن احنا الالكترونات سالبة خلاص يبقى احنا لنا نفس الشحنة فالإجابة هتبقى به أي من مجموعة أعداد الكم القاتية تناسب إلكترون زرة الهيدروجين المصوعة طيب أنا لفت نظري اللي هنا بسالب واحد ما يفعشه قيم ال ال يا جماعة ما تاخدش أرقام سالبة طيب أنا لفت نظري هنا قيمة ال ال غير مناسبة لل ال وطبعا هنا ال 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 صحيح للأوربتالات في زر تيتانيوم حسب الطاقة طبعا انت عارف ان حسب الطاقة يعني حسب العلاقة ان زائد الال تمام كده طيب فانا هنا لقيت الراجل بيقول لي ان الفرقس اكبر في الطاقة من السري دي لا اللي عرفه ان الفرقس بيكون الاول وبعد كده سري دي برضو هنا نفس الكلام طيب هنا نفس الكلام بس هنا كلام مزبوط طيب تعالي هنا هل السري اس اكبر من الفرقس في الطاقة غلط طيب هل هنا السري بي اكبر من الفرقس غلط لا هو الترتيب المزبوط اللي جابه هتبقى به وطبعا حضراتك لو جيت تجيب لكل مستوى فرعي قيمة ان زائد الال فحضرتك عارف ان الان زائد الال بتاعته اكبر هو الاعلى في الطاقة ولو حصل تساوي في الان زائد الال ببص على قيمة الان فاللالان بتاعته اكبر طاقته اكبر طيب اتنين واربعين في زرة الهايدروجين اي انتقال للالكترون المصار يكون له اقل تلموجة حلو جدا تنساش ان الطاقة اللي بتعتمد على البعد ما بين المدارات الطاقة بتتناسب تناسبا عكسيا مع الطول الموجة يعني لو انت عايز اقل طول موجة انت عايز اكبر مسافة ما بين المدارات يعني اكبر طاقة فهنا هاختار جيم طبعا مش وطبعا انت عارف ان التردد والطول الموجة علاقة عكسية فالطاقة بقى والتردد طردية ايا من العناصر الاتية يتم فيها شغل قرب ثلاثة المصطل فرعي خمسة دي بالالكترونات حلو يبا انت بتتكلم هنا على حد تبع اللانسانيدات لان اللانسانيدات احنا بنشغل الخمسة دي بالالكترون وبعد كده بنرجع نملة في الفور افف انا المفروض نوزع الناس دي كلها خلاص بس بالنظر كده الاجابة هتبقى جيم لان انت هنا محتاج حد تبدأ بتوزيعه بالزينون اربعة وخمسين لان اللانسانيدات اللانسانيدات موجودة في الدورة الستة والدورة الستة دي العناصر اللي فيها ببدأ توزيعها بالزينون اربعة وخمسين فانت هنا البريم ده جماعة لو جد توزعه هتلاقي اخره ستة اس اتنين فده اصلا ممثل طيب وده طبعا مش هتبدأ اه توزيعه بالزينون ده هتبدأ توزيعه اصلا بالكريبتون وده طبعا هتبدأ توزيعه بالرادون ده كده تبع الاتكليدات ده جدعان بنشغل فيه المصالف رعي ستة دي بالالكترون مشه اربعة واربعية العلاقة ما بين المستوى الرئيسي والالكترونات ضعف مربع رقمه طبعا والاتنين لان التربيع فاليجابها طبعا هتبقى داني جابها لك مرة كده رياضيا ومرة بالعربي خمسة واربعية الشكل التالي وضح احتمال تواجد الالكترون الاختيار الاكثر دقة يعني هنا الاكثر دقة يعني تقريبا كده مش عايز يتكلم عن بور طيب فهو هنا من الواضح ايه وسي ودي ولا بي وسي ودي ماشي بصلك كده بي بين المدراط فاكيد بي ده وجود بي ما تمشيش معبور اكيد بي ما تمشيش يا جماعة معبور صح كده طيب اللي يمشي معبور ان بي مع اي حد تاني خلاص بي مع اي حد تاني فالاجابة هتبقى جيم طب حد يقول لي طب ما بيه برضو نفس الكلام لا ما هو بيه هنا الغلط الوحيد كلمة فقط لان الاختيار به اللي هو ايه وسي ودي ينطبك على بور وينطبك على النظرات الزرية الحديثة مشي ستة واربعين المستوى الفرعي بيه بيه تلات قرب تلات على هيئة كومترتين متقابلتين بالرأس طبعا فالراجل بيه بيقول لك ايه الكومترتين دول بيطلاقوا في نقطة اكيد تنعدم عندها الكسافة يبقى يطلاقوا في نقطة تنعدم عندها الكسافة سبعة واربعين تبقى لنموذج زرة راجل ديفورد بتعتبر النواه نقط حلو هو بيتكلم عن النواه هل هي مخزن الكتلة اكيد طبعا صغيرة جدا مقارنة بالزرة اكيد الزرة دي كبيرة والنها صغيرة جدا والدليل على كده لما جيه احصل الارتداد ارتدت نسبة ضئيلة جدا طيب هل هي شحنتها مجابة اكيد والشحنة المجابة هي اللي عملت الانحراف لأشعة الفة طبعا طيب تمانية واربعين عدد الأربطالات التي تأخذ شكل كروي لأربطالات الاس يعني حول النواه يساوي عدد الأربطالات التي تأخذ شكل كمه 30 متقابلين بالرأس في نقطة يعني بالفلد كده مين لما جيه وزعه هلاقي ان عدد أربطالات الاس قد عدد أربطالات البي طيب انا واضح ان انا هنا هوزع الناس كلها طيب تعاني وزع المغنيسيا متنشر وان اس تو تو اس تو تو بي ستة سري اس تو طبعا انا هجرب طب خلاص من غير ما اجرب الدنيا واضح طب ادي أربطال اتنين تلاتة كروي وهنا تلاتة أربطال عبارة عن كمه 30 فانا اختار لجابة طبعا الرقم بس انا لازم اجرب في كله طبعا ماشي 49 ظرة عنصر تحتوي على أربع مستوات طاقة رئيسية ممتاز والمستوى قبل الأخير اللي هو المستوى الثالث يحتوي على عشر إلكترون فيكون عدد الإلكترونات المفردة في الزرة كلها كام طيب حلو جدا طيب اول حاجة كده هو بيقول ان المستوى القبل الأخير شيء العشر يعني انت اخرك هنا السري اس والسري بي والسري دي ده كده المستوى القبل الأخير بس انا طبعا مش هنسى الفور اس هو قال ان المستوى القبل الأخير شيء العشر يعني هشيل هنا اثنين وشيل هنا ستة وديه هنا بالنسبة لي هتشيل اثنين تمام كده يبقى كده بالنسبة لي المستوى القبل الأخير شيء لأجماعة عشر إلكترون وكده كده اللي عديته مليته يعني لازم الفور اس هناشي الاثنين طيب راجل بيسألك على الالكترونات المفردة فانا مش محتاج اي مستوى فرعي الا المستوى الأخير بس لان المستوى الأخير هو اللي اكيد هيبقى فيه فرعي او اكيد فيه الالكترونات مفردة اسف فانا هنا بالنسبة لي السري دي لو جيت تفرده كده هتلاقي عنده اثنين من الالكترونات المفردة طيب خمسين اكتسب الكترون طاقة مقدرها عشرة الكترون فولت لكي ينتقل من المستوى التالت الى المستوى الرابع ماشي كم يفقد هذا الالكترون لكي يعود من المستوى التاني الأول اكيدة هفقد كم اكبر لان انت عارف ان اكبر مسافة ما بين المستوى الاول والتاني وكلمة اكبر مسافة يعني اكبر مقدار في الطاقة يبقى انا هختار حاجة اكبر من عشرة بس خلي بالك من حاجة هو ما فيش هلا الاختار ده تمام اتفق نقط في التصور عن الزرة طيب اكيدا جماعة رازرد فورد ما اتفقش مع حد قبله بص رازرد فورد ما اتفقش مع حد قبله لان رازرد فورد ده هو اللي غير المفهوم بتاع الناس اللي قبله الناس اللي قبله كانت مقتنعة عن الزرة مصمطة هو الاول واحد قال لنا من الزرة فراغ فاكيد انا استبعدت كده بالفهم فالاجابة هتبقى دال اتنين وخمسين بمقارنة زرة تمسون بزرة رازرد فورد نجد نقط طيب هل تتوزع الشحنة المجابة في كلا الزرتين بطريقة غير منتظمة؟ تصدق ممكن صح؟ طيب هو مبدئيا كده تمسون لما جيك تكلم ايها قال عبارة عن كرة من الكهرباء المجابة ما حددتش نظام رصة الشحنات المجابة يبقى تمسون كلامه عن الشحنات المجابة انها متوزع بشكل غير منتظم طيب ايه اللي يثبت ان رازرد فورد برضو؟ قال ان الشحنة المجابة اللي هي في النواة دي موجودة بشكل غير منتظم هو زوايا الانحراف ما كانتش واحدة لو كانت زوايا الانحراف واحدة يبقى الشحنة اللي موجودة في النواة كانت موزعة بانتظام نمى اختلاف زوايا الانحراف بتاع جسيمات الفا ده اللي بيوضح لنا كده بطريقة غير مباشرة ان الشحنات المجابة كانت موزعة بطريقة غير منتظمة خلاص كده؟ فانا هنا هاختر لإجابة رقم الف طبعا ده سؤال كويس السؤال ده خلي بنا طيب ايا من الاشكال البيانية الاتية بيعبر عن الاشاعة النافذة والمنحرفة والمرتدة طيب هوا مبدأين كده لنفس كتير طيب انا هستبع لاختيار ده طيب فكرة اللي ارتده واللي انحراف بعد اوى جماعة عن النفس فبي مش نفعة لا الجابة تبقى سي معي 54 فيه زرة الليسيوم اللي هو تلاتة اللي هو جماعة توزيع الليسيوم اتنين واحد ماشي؟ يظهر الطفل مرئي اذا فقد الالكترون المصار خلي بالك ان الالكترون ده هو اللي يحصل له عملية الاسارة وهيطلع لمستوى اعلى وهيرجع تاني لمستوى الاصلي يعني تقريبا كده وهو راجع هيفقد نفس الكم لان الكلام في الليسيوم غير الكلام عند الهيدروجين يا جماعة ما تدخلش الامور في بعض لان الالكترون الهيدروجين كان في المستوى الاول وعشان يظهر طفل مرئي كان بيرجع للتاني انما هنا الالكترون الاسيوم اصلا هو في التاني خلاص فهيفقد اكيد طاقة تساوي اللي هو اكتسبها عشان يرجع للمستوى التاني ويظهر له طفل مرئي بتصليت اشعة المهبط اللي هي السالبة على شريحة معدنية مشحونة بشحنة كهربية سالبة طيب فانها طيب هل هي تنتجازب مع الشريحة المعدنية ولا تنحرف بعيد عنها طالما اشاءت المهبط اكيد هتنحرف طبعا بعيد عنها اجابة تبقى رقم الف ما هو انا سالب وهي مشحونة بسالب ستة وخمسية ايا من التالية صحيح في تجربة روزردفورد عايز حاجة تنطبق على روزردفورد طيب هل معظم الاشعة حصل لها انحرف لا طبعا طب هل المعظم ارتد برضو لا مش هل الشحنة السالبة للالكترونات في الزرة هتتسبب في تشتت جسيمات الفا ولا لا تتأثر جسيمات الفا بالشحنة تمام بصها جماعة اللي كانت ليه تأثير الاكبر على جسيمات الفا هو النواة لان النواة بالنسبة لي هي مركز الكتلة فهي اللي اعلى في الكتلة فهي اللي لها التأثير بمعنى ايه لو كان للالكترون تأثير كان اشعة الفا هتنجزب الى النواة بس انت عارف ان اشعة الفا جماعة بتنحرف بعيدا عن النواة يعني تأثير الانحراف سببه الشحنة المجابة للنواة وليه ما حصلش عملية تجازب لان تقريبا كده الالكترونات اللي هي كتلتها ضئيلة جدا شحنتها غير مؤسرة على جسيمات الفا خلاص كده يبقى الشحنة السالبة لا تؤثر او لا تتأثر جسيمات الفا بالشحنة مين السالبة انما هنا ما حصلش عملية تشطط طبعا ايا من التالية تنطبق على جسيمات الفا عالية السرعة اكيد معظمها جماعة بيختارك الشريحة لان احنا اتفقنا ان الشريحة بتاعت الدهب الزرارات بقى فراغ وجسيمات الفا بتنفذ على استقامتها 58 احتمالية تواجد الالكترون حول النواة اكيد اربتال واسحابة حسب النظرية الزرية الحديثة او حسب المعادلة الميكانيكية للعالم شورو دينجور الالكترون الدائر حول النواة حسب بور حسب بور يجب ان يكون من حيث بعده عن النواة في حالة طبعا لو بيتكلم عن الالكترون حسب كلام بور هو اكيد في حالة اتزان طبعا لان هو مش بيقترب ولا يبتعد هو بيدور في مدار سابت مدار محدد ومدار سابت فبيبقى في حالة اتزان هو متزن يعني ما بيقربش ولا بيبعد وفكرة الاتزانة جماعة ان انت بيبقى بتقع تحت تأثير قوتين متساويتين في المقدار وعكس بعض في الاتجاه فالقوتين دول بيخلوك تلف في مدار سابت ده كلام بور والثبات يعني الاتزان انما فكرة نوة يمشي مقتربا ومبتعدا طبعا ده الكلام بتاع شرودينجر والكلام بتاع ان الالكترون بيلف في كل الاتجاهات والابعاد بمقارنة دوران الالكترون حول النواة حسب بور ودورانه حسب النظرية الزرية الحديثة طيب هل الالكترون حسب بور يقترب غلط طب هل الالكترون حسب بور يقترب ولا يبتعد هو اصلا ما بيقرره هل الالكترون الدائر حول النواة طبقا لنظرية بور لا يقترب ولا يبتعد صح طب هل الالكترون دائر حول النواة يقترب ويبتعد عنها طبقا للنظرية غلط فالإجابة معي هتبقى جيد 61 لا يحدث ازدواج بين إلكترونين في أربتالات طاقة مستوى فرعي إلا بعد أن تشغل بمقدار نقطة مش يحصل يا جماعة ازدواج إلا لما الأربتالات تشغل بعدد من الإلكترونات يساوي عدد الأربتالات وطبعا عدد الأربتالات بتاعة المستوى الفرعي من العلاقة 2L زائد واحد يمكن تطبيق نموذج بور على أي نظام إلكتروني من إلكترون واحد وبما أن الماغنسيا 12 ومجازا فقط 11 يبقى عنده إلكترون واحد عدد الإلكترونات التي لها عدد الكم الماغناطيسي ML بصفر في زرة الحديد تساوي إيه طيب أنا هوزع توزيعه هو يبقى وان S2 2S2 2B6 3S2 3B6 4S2 وال3 دي يا جماعة 6 ماشي ده توزيع طبعا الحديد حلو جدا الرجل يا جماعة عايز الإلكترونات اللي رقم أربتالها صفر فكل مستوى فرعي كل مستوى فرعي هيبقى فيه إلكترونات رقم أربتالها صفر هنا 2 4 6 8 10 12 السنة هده بقى لحد دلوقتي 12 دي خمسة أربتال تعال نوزع الست 1 2 3 4 هدي خمسة 6 الأربتال يا جماعة ده رقمه صفر شال إلكترون واحد يبقى كل مستوى فرعي كل مستوى فرعي قبل الدي فيه أربتال شال 2 الإلكترون رقمه صفر إنما الدي فيه أربتال واحد رقم صفر بس شال الإلكترون واحد يبقى هم كلهم 13 استعجلش كده واحدة واحدة طيب 64 النجاح اللي حققه تومسون طبعا تومسون تقريبا هو اللي اكتشف الإلكترونات أكيد تومسون ما وضحش دوران الإلكترون ولا فكرة إثبات النزرة مصمطة ده أكيد مش نجاح خلاص كده طبعا اتفق مع النظرية شوردينجر أكيد لا مال إيه إثبات النزرة بيها إلكترونات آه اللي جابها تبقى جين هو مكتشف الإلكترونات لأشعة المهبت طبعا لما عمل تجربة التفريغ القهربي تواجد الإلكترون في وضع غير مستقر تقريبا دي حالة الإصارة أكيد هيجعله ماشي هو مش هيمتص ولا يقفز لمدار أبعد ولا يفضل مكانه لا هو هيطلع طيف كلمة طيف يعني ضوء له طول موجي وتردد عشان يبدأ يرجع لمستوى تاني الأصلي وبيرجع لحالة الاستقرار ستة وستين أي من التالية صحيح حسب المعادلة الموجية لشوردينجر طبعا كلام شوردينجر اللي هو فكرة الأوربيتال والسحابة الإلكترونية وفكرة الإلكترون بيلف في كل الاتجاهات والأبعاد طيب خلاص يبقى اللي جابها تبقى رقم ألف يتحرك الإلكترون في فضاء فابق في جميع الأبعاد والاتجاهات وده طبعا السحابة مين يا جماعة الإلكترونية المستوى الفرعي الذي له خمس قيم مختلفة لعدد الكم المغرفيسي طبعا هو الدين ده بياخد معاك يا باشا من أول سليب اثنين لحد موجب اثنين عدد الإلكترونية الكلية التي يمكن عمل إزدواج يمكنها عمل إزدواج واحد في أوربيتالات الدي يمكنها عمل إزدواجات أو يمكنها عمل كام إزدواج في البي طيب ماشي إنت لو عايز تعمل إزدواج واحد في الدي خلي الدي تشيل ستة أكيد يعني لأن الدي يا جماعة لو شلت ستة كده في إزدواج واحد في الدي وكده إنت فهمني إلكترون اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب عدد الإلكترونيات دي بقى لها عمل إزدواج واحد في الدي تعمل لك كام إزدواج في البي أكيد تعمل تلاتة لأن طبعا لما البي تشيل ستة أنا هفرت تلاتة فرادة وتلاتة سدواج تسعة وستين أي من التالي لا يأخذ قيمة الصفر عايز حاجة يا جماعة ما تاخدش قيمة الصفر طيب أحكي ده عدد تكمل مغزالي طبعا لأن عدد تكمل مغزالي قمتين يا موجة بنص يا سالي بنص إنما هنا مجموعة عددات يتكمل مغزالي مجموحهم أكيد بصفر صح؟ عدد كام الثانوي للأس ما هو عدد كام الثانوي للأس بصفر أحد أربطالات البي ما هياخد برضو قيمة الصفر طيب الإلكترونات التي تشبع أو تتشبع أربطالات المستغلات الفرعية أس وبي ودي وإف يمكنها أن تشبع المستغل الفرعي لقط أو يمكنها بقى أن تشبع المستغل رئيسي هنعدل الكلمة دي يعني هنا بالبلد كده لو عندك مستغل رئيسي في إس وفي بي وفي دي وفي إف طبعا لو عندك أربع مستويات فرعية في مستوى رئيسي فأكيد المستوى رئيسي هيبقى الرابع لأن كده كده المستوى الرئيسي بيحتوي على عدد من المستويات الفرعية بتسوي رقمه فالمستوى الرابع بالنسبة لي هنا المستوى إن 71 أي من التالية صحيحة بالنسبة لمستوى الطاقة الفرعي بي طيب الأربطالات بتاعته يا جماعة مش متوازية هي أربطالات متعمدة طبعا زي ما أنت عارف طيب نقطة الالتقاء أكيد مش عالة كسافة هي منعدمة الكسافة صح خلاص بقى اللي جابها تبقى دالي 72 عدد الإلكترونات المفردة في الزرة الكولور 17 طبعا إنت لو وزعت الكولور 17 هتلاقي عنده واحد إلكترون مفرد وزع كده وتأكد وعدد الإلكترونات المفردة في الفسفور فسفور دا عنده 3 خلاص يبقى أقل من طبعا إجابته بقى ألف وزع بس أنت كده وتأكد من إجاباتك 73 عنصر تركيبه الإلكتروني بس تركيب أيونه لما فقد أربعة أرجون 18 طيب تعال نجيب عدد وزاري العنصر دا طيب أنا مش هجيب عدد وزاري أنا أجيب توزيره طبعا أرجون 18 4S و 3D طيب هنرجع جماعة أربعة إلكترون الراجل دا فقدهم فأنا هرجع الأول إلكترونات اللي في قدها الأول هرجع 2 في الـS وهرجع 2 في الـD خلاص كده يبقى دا العنصر M هو بقى عايز العنصر اللي بعديه في المجموعة تحتيه سهلة العنصر اللي تحتيه آخره 5S 2 والأربعة دي 2 برده طيب وهنا كريبتو نجيب معها 36 ماشي طب الدنيا هنا سهلة 36 و 4 أكده أربعين 74 أي من التالية بتعبر عن إلكترونات لها نفس الطاقة طبعا الإلكترونات اللي لها نفس الطاقة لازم تبقى موجودة في نفس المستوى الفرعي خبس كده علشان يكونوا ليهم نفس الطاقة إلكترونات نفس المستوى الفرعي إنما جماعة إلكترونات المستوى الرئيسي أكيد فيه اختلاف باختلاف المستوى الفرعي لأن انت عارف إن المستوى الفرعية متقربة في الطاقة 75 عندما يمتلق المستوى الفرعي 4S ممتاز جداً الإلكترون الجديد هكده يخش في الـ D طبعاً 3D أي من التالية تنطبق عليه الإلكترون رقم 16 أو تنطبق على الإلكترون 16 في الكابريت طبعا نوزع كده الكابريت ونشوف الإلكترون 16 ده طبعاً نيون 10 هيبقى بعد نيون طبعاً 3S وال3B طبعاً هنا 2 وهنا 4 ماشي البيا جماعة 3 أربطالات أدي إلكترون 2 3 ده جماعة الإلكترون 16 فوضح إن الإلكترون 16 ده هيطلع المستوى الفرعي 4S أكيد لا هو هيزدوج صح؟ هيزدوج طبعاً في الأربطال الأول اللي هو 3BX فهو هيزدوج في 3BX فالإجابة هتبقى G سؤال رقم 77 أي من التالية تنطبق على إلكترونين في نفس الأربطال طيب هل ليهم نفس الغزل أكيد الكلام ده كلام مش مظبوط يعني هم اللي جنين أكيد مش مع عقرب الساعة طيب ليهم نفس الشحنة؟ أه طبعاً ليهم نفس الشحنة كده كده الإلكترونات سالبة ما أعداد الكمة المحتملة للإلكترون الأخير في زرق الـ GA31 ممتاز جداً طيب طبعاً إنت لو جد توزع الـ GA31 أنا ممكن أوزعها هنا بطريقة كده صائعة شوية يعني أنا عارف إن الخرصين 30 أخره 3D10 يعني لما حط في الـ D10 أنت كانت تكلم عن الخرصين خلاص؟ طيب يبقى واضح هنا إن الرجل ده أخره 4B1 طيب مش أخب بالك من الحتة دي أنت بتوزع توزيع عاية بس أنا عايزك بس إيه؟ يبقى تفكيرك سريع شوية طيب أخر إلكترون أكيد إن مش بتلاتة صح كده؟ وأكيد هو مش في الـ S طيب إجابة تبقى رقم أليه؟ تسعة وشرعين تحتوي نواة زرة المنجنيز على 25 بلوتون يعني بالبلد كده العدد الزري 25 ما التوزيع الإلكتروني للمنجنيز في المركب ده؟ خلي بالك طالما أنا دخلت جوه مركب أنا لها شوحنة يبقى أياه؟ سالبة؟ وهو الراجل عايز توزيعي وأنا جوه مركب يعني توزيعي وأنا لها شوحنة يعني بالبلد كده لازم تحسب عدد تأكسر طيب بالنظر كده المنجنيز يا جماعة هنا موجب 2 لأن الفوسفات سولاسي والمنجنيز السنائي ما عايز أوزع المنجنيز موجب 2 طيب المنجنيز العادي 25 هتلاقي الفرق S شايلة 2 والسريد يا جماعة شايلة 5 ده العادي طيب عايز المنجنيز يفقد 2 حدك بتفقد 2 إلكترون بتعلقس يعني أنت أرجل 18 والدي بتاعتك يا باشا شايلة 5 جابته بقى عنصر X به 3 مستويات طاقة رئيسية ماشي والمستوى الرئيسي الأخير له يحتوي على نفسه عدد الإلترونات التي يتشبع بها المستوى الفرعي B طيب كلنا عارفين يا جماعة أن B بيتشبع ب6 طيب والراجل ده عنده 3 مستويات رئيسية ومستوى الأخير وشايل 6 خلاص يبقى أنت أخرك 3S و 3B وعايز تشايل المستوى كله 6 حط يا باشا 2 في الS و 4 في الB فتا طبعا عنصر عدد 16 طبعا بما أن أنا بدي أصلا توزيع بالنيون 10 طبعا ما تنسيش طيب ثانيا عدد الأربطالات النصف ممتلئة بالإلكترونات هنا الأربطالات النصف ممتلئة لو أنت جيت توزع كده هيبقى عندك 2 أربطال طبعا لأن هنا فراضة هو هذا يجب أنت عندك 2 أربطال طيب تتوزع إلكتروناته في كام مستوى فرعي طبعا النيون 10 بتتكلم على 3 مستوى فرعية 3 4 5 5 مستوى فرعية طبعا طبعا لو عايز تتأكد بتقول النوان S2 2 S2 و 2B طبعا جماعة 6 التركيب الإلكتروني الصحيح لآيون البرومين بتنبص أي آيون توزيعه شابه الغاز الخامن غالبا يعني فانت دور على حد آخره بيش هي لستة بس لازم يبقى حد مصبوط طيب هنا بيش هي لستة بس ديش هي لكام مجد عن 9 نفعش لا أنا أختار إجابة جيب طبعا لو عايز تتأكد وزع بقى 35 التلاتة إلكترونات المفرضة في جرة النيتروجين طيب النيتروجين جماعة 7 والسبعة ده لو جيت توزعه هتلاقي أخره ده أخره توبي أخره توبي شايلة 3 فالرجل بقى بيكلمك على التلاتة دول بيكلمك عن التلاتة دول ممتاز تعال نشوف الراجل بيتكلم فيه هل تتطفق معا في عدد الكام الرئيسي والسنوي وتختلف في المغزلي لا مش بتختلف في المغزلي طبعا أكيد لا مش بتختلف في المغزلي جماعة يعني هنا قالك برضو تختلف في المغزلي لا هي بتتشابه في المغزلي وهنا برضو فيه غلطة قالك بتختلف في السنوي لا مش بتختلف في السنوي فالإجابة تبقى دي 83 أي الآيونات الأتية احتوى على العدد الأكبر من الإلكترونات المفردة هنوزع ونشوف اختشارا للوقت غير الإجابة تبقى دي ده عنده خمسة إلكترون مفرد تأكد تأكد يلا كده مع نفسك طبعا أنت متعود أن أنت بتوزع عادي وبعد كده بتفقد 84 80 زرة عنصر في الحالة المستقرة بها أربع مستوى الطاقة رئيسية لأربعة مشغولين والمستوى الرابع يحتوى على سبع إلكترونيات حلو طالما مستوى التكافؤ في سبعة مليون في المائة العنصر ده في المجموعة سبعة إيه يبقى ده العنصر يا جماعة اللي في الهالوجينات وبيبقى في الدورة الرابعة طبعا ده الخمسة وتلاتين أكيد بيقر لأن حضاك لو جيت كده نشوف في الدورة التانية في فلور التالتة في كلور الرابعة في برون فبسرعة بقى طبعا لو ما جاتش معاك الطريقة دي فأنت هتعمل توزيع هيبقى فور اس اتنين والفور بي شايلة خمسة وما تنساش إن السري دي هنا شايلة عشرة يبقى كده المستوى الرابع شايل سبعة الجسيم الذي يحتوي على ستة وتلاتين إلكترون حلو والتسعة واربعين ناترون مش فريق معايا ده فريق معايا إنه كان عنده تمانية وتلاتين بروتون يعني كان عدده الزري تمانية وتلاتين تقريبا كده هو فقد اتنين يبقى ده اكس موجب اتنين طول ما الإلكترونات مش قد البروتونات فدي مش زرها متعدلة أحد الرموز الآتية صحيح عند إجراء التوزيع يعني فيه تلات غلط مش حاجة اسمها 2D طبعا ولا حاجة إن البيتش العشرة طبعا هنا ده مش مظبوط فالإجابة هتبقى فور اس وان ده الصح إلكتروني المستوى الرئيسي K طبعا المستوى K ده اللي هو المستوى الأول اللي هو فيه وان اس الاتنين إلكترون دول بيتفقوا في إيه طبعا هم ما بيتفقوا في كله معادة التجاه معادة المغزلي خلاص يبقى هم بيتفقوا لا مش في المغزلي طبعا وانا مش في المغزلي هم بيتفقوا فيه الرئيسي والسنوي والمغناطيسي هات يلا عددك كم كده هتلاقي الان طبعا بواحد والل بصفر والم الل بصفر أي من العبارات الآتية لا تعتبر صحيحة بالنسبة للمستوى الرئيسي الرابع عايز حاجة أجماعة ما تنطبقش على المستوى الرابع طيب هل طاقت إلكتروناته أكبر من طاقت إلكترونات المستوى الرئيسي الأول دي صح تنطبق طيب هل المستوى الرئيسي الرابع بيتشبع ب32 إلكترون طبعا مصبوط من العلاقة 2N تربية طيب هل يحتوي على أربع مستوىات فرعية بينهم فروق كبيرة في الطاقة لا باشا فروق بسيطة بل عبارة دي ما تمشيش طبعا عدد أربطالاته يساوي عدد أربطالات المستوى الرئيسي الخامس خامس آه طبعا الرابع والخامس يا جماعة زي بعض معلومة ليه كان 89 زرة ما تحتوي على 3 مستوىات طاقة رئيسية فإن أقصى عدد من الإلكترونات يمكن أن يكون له ML بصفر هو نقط إلكترون طيب عندك 3 مستويات رئيسية طيب أقصى عدد من الإلكترونات يمكن أن يكون له طيب أنا مش هخش يا جماعة في الرابعة خلاص كده يبقى غالبا كده آخر يبقى 3S و 3B معنى أن أنا دخلت في 3 دي يا جماعة أن أنا عددت على 4S فهنا بقى عندي أربع مستوىات رئيسية طيب هنا 1S2 وهنا 2S وهنا 2B طيب أكتر عدد من الإلكترونات يبقى الML بصفر هنا 2 وهنا 2 وهنا 2 كده 6 8 10 طيب طبعا هنا 2 2 6 2 6 طبعا لو جيت تجيب عدد الإلكترونات اللي وعندي 5 دي وعندي 5F خلاص كده أي من أعداد الكم القاتية لا تناسب أحد إلكترونات العنصر زد 2 طبعا ده البريليام طبعا البريليام يا جماعة أنا إياسف ده الهليام 2 توزيع 1S2 فأكيد إلي طبعا مش بواحد استحالة إلي تبقى بواحد أي العبارات الأتية يعتبر صحيح بالنسبة للإلكترونات طيب هل ينحرف ناحية الموجب صح؟ لي كتلة وشوحنا خلاص يصحبه حركة موجية أكيد الكلام ده مظبوط جميع ما سبقا 93 من مميزات النموذج الزري لبور طيب هو ما فصرش يا جماعة الهليام نعم هو أدخل فكرة الكم طبعا لكن ما أزمتش أن الإلكترولي طبيعة موجية اللي أزمت الكلام ده دي براولي بالنسبة لبور فإن جرة الهيدروجين توجد في أبعاد الفراغ بور خلي بالك بعدين بس اكس واي ماشتغلكش اكس واي وزد ده النطورية الزري الحديثة هو قال طبعا هنا أن هي المصار دائري يعني الزرّة مسطحة تمام كده؟ يعني لها بعدين بس طيب في الإمبعاث من خصائص هكيد الزرّات طبعا إنه بيبعث من زرّات العناصر الغازية أو البخارية شحنة الأنود في أمبوبة أشعة الميوض شحنة موجبة الأنود موجب طبعا والكسود سالب جميع ما يلي من فروض النموذج الزرّي لبور ما عدا عدا جماعة حاجة بور ما ألهاش طيب تدور الإلكترونيات حول النواية في كل الفراغ أكيد لأ طبعا خلاص اللي جابة تبقى رقم ألف من غير ما كمل طبعا حاجة بقى بتكمل إراية بقى الاختراض أوضح الطفل خطي للشمس إنه بيتكون من عنصرية الهايدرشين والهالية طبعا كل مستوى فرعي يزيد عن اللي بيأسبكه بمقدار كل مستوى فرعي بيزيد بإلكترون طبعا واحد إلكترون يتشابه أي أربتال من أربتالات المستوى الفرع سريبي مع أي أربتال من أربتالات المستوى الفرع سريبي فيه أكيد التشابه مش في الشكل ولا الطاقة لا هو التشابه أكيد في الساعة الإلكترونية وبكده نكون حلنا مع بعض كده مئة سؤال على الباب الأول تقريبا عدينا على كل الأفكار وتقريبا اتكلمنا في كل التركات والملاحظات فلازم حضاك تستفيد من الجزء ده وإن شاء الله يبقى في فيديو تاني لحل مئة سؤال على الباب التاني أتمنى لكم التوفيق وأشوفكم دايما على خير حبيب الغالين طلاب الصف الثاني الثانوي أشوفكم دايما في أفضل حال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة